بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله في مبدأ كل أمر ومنتهى الشهامة خلق عربي أصيل وهو مأخوذ من مادة شهما وهو الإنسان الذكي القلب صاف النفس الذي يمتلك فروسية الروح والذي يقدم الخير للغير ولا ينتظر أجرا ولا ثوابا قال الله تعالى حكاية عن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل بكل شهامة بكل مرؤة بكل أخلاق عالية وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأكرم الناس وأكثر الناس شهامة وخلقا وذكر أنه صلى الله عليه وسلم لما فزع أهل المدينة يوما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لن تراعوا لن تراعوا وخرج على خيل دون سرك وكأنه ينقذ الناس بكل شهامة وبكل أصالة وبكل بسالة وكان الإمام علي كرم الله وجهه يقول كنا إذا حمي الوطيس واشتد البأس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن أقرب إلى القوم أحد منه صلى الله عليه وسلم لشهامته ومرؤته وكرمه وعطائه صلى الله عليه وسلم اختر قرينك وسط فيه تفاخر إن القرين إلى المقارن ينسبه ولا تجلس إلى هؤلاء الذين يعدونك بالبخل والخوف والجبن لأنهم يعدوك كما يعدي السليم الأجرب المرض يعدي والجبن والخوف يعدي ولكن الشهامة تكسب الإنسان الكرامة والعطاء والرجولة وربما كان من النساء من هي بشهامة مجموعة من الرجال فالشهامة ليست مع الذكورة أو مع الرجولة وإنما الشهامة خلق إسلامي وإنساني كان من أفعال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بل وجميع الأنبياء وهؤلاء الأصفياء الأنقياء الأدقياء الذين يقبلون على الله بمساعدة الناس أسعد الناس من أسعد الناس من جبر جبر يستطيع أن نصل إلى الشهامة بالصبر وبالمروءة وبعزة النفس وبالكرامة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ويستطيع الإنسان أن يصل إلى الشهامة بقضاء حوائج الناس خير الناس أنفعهم للناس خيركم خيركم لأهله والأقربون أولى بالمعروف إن الشهامة لا تنقص من مال الإنسان ولا تأخذ من وقت الإنسان ولا تأخذ من جهد الإنسان بل تزيد الإنسان خلقا على خلق وكرما على كرم وعطاء على عطاء وحبا على حب الخير يجلب الخير والشر يجلب الشر إذا سار الإنسان في طريق الخير وكان من خير الناس وكان من أكرم الناس وكان من أجود الناس وأعطى عطاء من لا يخشى الفقر أرضاه الله سبحانه وتعالى كما قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم في خواتيم سورة الضحى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث جاءت بعد آية قال الله له فيها وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَمِنْ شَهَامَتِهِ صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول لربه أمتي أمتي والله جل وعلا يرسل له برسالة إِنَّا لَا نَسُوْءُكَ فِي أُمَّتِكَ وَسَنُرْضِيكَ قال له وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرَّ خلق الشهامة يجلب العطاء ويكسب الإنسان القوة والثقة والصبر والجلدة والشهامة والرجولة ومن هنا فإن علينا أن نتخلق بهذا الخلق الكريم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن ذوينا السلام يا عالم لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم